اهلا بحضراتكم مرة تانيا ما كانش عندي ابدا شك ان الاهلي لما بياخد اي خطوات قانونية او لائحية بياخدها بالطريق المظبوط اللي ما يتمسكش عليه فيها اي غلطة او ما يبقاش فيه اي تعليق خاص بخصوص اي شيء خارج عن الاطار الطبيعي او خارج عن اللوايح والقوانين دايما النادي الاهلي معروف بالجزئية دي النهاردة قرار مهم جدا وحكم هام اوي اوي بالنسبة لنادي الاهلي اعضاءه وجماهيره وحقر على حضراتكم الحكم الخاص باعادة السيد العمري فاروق لمنصب نائب رئيس الاهلي واقول لكم الخبر زي ما حراركم شايفينه كده على الشاشة بالزبط قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الاهلي التي جرت يوم 26 نوفمبر الماضي والمتضمن عدم اعلان فوز العمري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتسكية وعرض امره على الجمعية العمومية وكان العمري فاروق قد اقام طعنه وتضامن معه النادي الاهلي والذي كلف محمد عثمان المستشار القانوني النادي بمتابعة الدعوة وطلب العمري في طعنه إلغاء قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات وما ترتب عليه من انصار كما اعلن مجلس ادارة الاهلي برئاسة الكابت المحمود الخطيب عن اندمامه للعمري فاروق في دعوة وطلباته احتراما وتقديرا لإرادة الجمعية العمومية التي منحت العمري ثقاتها بأكثر من 19 ألف سوط احنا يعني حنقول بس مبروك للأستاذ العمري فاروق نتمنى له ورب كل التوفيق هو مجلس الادارة بالكامل برئاسة الكابتن محمود الخطيب في المهمة الصعبة سقيلة جدا طبعا طالما انت في مجلس ادارة النادي الاهلي فهي مهمة مسهلة اطلاقا لان انت بتمثل ملايين من جمهير النادي الاهلي والألاف من أعضاء النادي الاهلي فمطلوب منك دايما انت تكون عند حسن الظن كأي عضو داخل مجلس ادارة النادي الاهلي فهي مهمة صقيلة لكن هم أدها وبإذن الله بإذن الله اداروا يحققوا طموحات جماهير النادي الاهلي في كل مكان ملف كان مهمة قوي وتقفل الحمد لله وخلاص تركيز كله بقى فترة جاية في تنفيذ برنامج هذا المجلس واللي عندنا أمال كبيرة جدا جدا فيه في مزيد والمزيد من الانجازات الخاصة بالنادي الاهلي خلال الفترة اللي جاي بإذن الله ده كان أمر مهم حبيت أبتدي بمحاضراتكو تعالى بأن روح